يكون لك استهداف لأكبر شريحة من المجتمع الراقي الحصول على الأراضي يوما بعد يوم تتفاقم أزمة السكن في البلاد وتحديدا في المدن التي تشهد تضخما سكانيا مستمرة جراء كثرة الإقبال عليها من جهة وزيادة الولادات من جهة أخرى وخصوصا في العاصمة بغداد هذا الأمر دفع حكومة الكهضمي لرفع توصيات جديدة لحل أزمة السكن التوصيات التي خرج بها البارحة مكتب سيد رئيس الوزراء وبالخصوص فيما يخص توزيع قطع أراضي للعراقيين ربما تكون هي الفرحة الأولى أو الحالة الإيجابية الأولى في هذه الفترة من الحكومة السيد الكهضمي لا يخفى لاحد بأن أزمة السكن أزمة خانقة جدا للعراقيين ويعانون كثيرا منها فإذا ما طبق هذا القرار أو هذه التوصيات ربما ستكون انتقال جيدة بالحالة المعيشية للمواطن العراقي مبادرة توزيع الأراضي السكنية على المواطنين وصفها مختصون بالخطوة الناجحة التي من الممكن أن تضيف الفرح للمواطن في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية منها التي عصفت في البلاد هذا القرار انطبق ونتمنى أن يكون ليس حبرا على ورق كما وعدنا به الذي كان قبله نتمنى أن يكون حقيقي وينتعش المواطن بجزء من حقوقه وهذا ليس من نية أحد بالعكس هذا حق المواطن العراقي في العيش الرغيد في السكن يبتعد عن الإيجارات يبتعد عن عشوائيات وهذا أن أسجل حالة إيجابية ربما تكون انطلاق للإيجابيات القادمة في سير العملية السياسية الواقع السكاني المتزايد وارتفاع عدد الأسر يؤشر نحو ضرورة وجود حلولا جدرية واستراتيجية واقعية وعميقة تعمل على رسم الخطط اللازمة لهذه الأزمة السؤال الأهم هنا هل سيتمكن الكاظم من حل هذه المشكلة العالقة منذ سنوات أم ستكون مجرد حبرا على ورق من بغداد فاطمة دوليمي قناة جدر الفضائية